تعالى بقى اخد الانفراد لجماهير النادي الاسماعيلي يا حزن وزعى الجماهير النادي الاسماعيلي باهر المحمدي هو كابتن النادي الاسماعيلي هو اهم لاعب الاسماعيلي هو لاعب دولي هنشر لك لاول مرة الان عقد باهر المحمدي مع النادي الاسماعيلي وشوف كيف كان يقدر لإسماعيلي باهل المحمدي هات للعقد هتقولي هنا أيوة أيوة بس يا سيدي ده العقد كان المهان سيحة الكومي هو رئيس النادي وده الطرف التاني اللي هو باهل المحمدي هات اللي بعضه عشان عشان أنا عايز أقولك المفاجأة المفاجأة أول حاجة عقد باهل المحمدي المدة أربع مواسم واحد واربعين يعني حوالي اتنين واربعين مليون جنيه عشان ما أقولكش القصور دي كلها اتنين واربعين مليون جنيه فاربع مواسم مش دي الحكاية سيبك بقى عن العقد كبير ولا قليل بس مش دي الحكاية اتنين واربعين مليون جنيه ده عقد باهل المحمدي فاربع مواسم مع النادي الإسماعيلي والعقد المفروض ينتهي إمتى الفين خمسة وعشرين الفين ستة وعشرين يعني لسه لسه فاضله ثلاث سنين خش بقى ده برضو يعني عدي دي دي تعدي انا عايز اللي بعدها اه تب استنى هي دي بقى اللي فيها الشرط الجزائي اه مقابل عرض بص بقى هانا بيقول لك اتفق الطرفين اللي هو الاسماعيلي وباهل المحمدي ان لو باهل المحمدي جاله عرض بعشرين مليون جنيه يلزم لاسماعيلي بالموافقة على رحيله يعني شرط جزائي في عقد باهل المحمدي قيمته عشرين مليون جنيه لقت علاج يلا بينا عشرين مليون جنيه في اهم لاعب عندك في كابتن الفريق في لاعب دولي انت حاطت شرط جزائي حوالي ستمائة الف دولار عشرين مليون جنيه كارسة عيب طب خد بقى اللي ازد من دي المصري دلوقتي هيروح ياخد باهل المحمدي من الاسماعيلي بالشرط الجزائي ده اللي هو كام عشرين مليون جنيه بس المصري مش هيدفع عشرين مليون جنيه هيدفع كام هيدفع عربعتاشر مليون جنيه بس للاسماعيلي وياخد باهل المحمدي عشان اصلا باهل المحمدي ليه مستحقات عند النادي الاسماعيلي ستة مليون جنيه فالمصري هياخد لعب دولي هياخد أفضل لعب في النادي الإسماعيلي كابتن النادي الإسماعيلي بـ 14 مليون جنيه عشان تعرف كوارث إدارية بتحدث في الإسماعيلي بقالها سنوات سنوات بالمناسبة في كارثة أكبر بكتير قوي من قصة بقاها المحمد دي لو الإسماعيلي ملحقش نفسه أو شافه لها حلول معرفش أنا إيه الحلول بس لازمتش شاف لها حلول الإسماعيلي عشان يترفع عنه إيقاف القيد محتاج حوالي 70 مليون جنيه واكتر شوية عنده مستحقات عند محمد طويلة رئيس النجوم عنده مستحقات لعبته المحترفين اللي رفعوا قضايا عنده مستحقات عند محمد شيحة اللي هو نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق عنده مستحقات كتيرة قوي لازم تتسدد علشان يتم رفع إيقاف القيد عنه طيب الفترة الأولى في القيد تنتهي في 4 أغسطس القادم يعني إحنا بقنا فاضل يومين تاريب بكرة كمان تمام لو الإسماعيلي ما دفعش السبعين مليون جنيه ما دفعش السبعين مليون جنيه أو أكتر شوية أي لاعب في الإسماعيلي من حقه يروح يشوف نادي يعني كل لعبة الإسماعيلي المرتبطة وعقود مع النادي لو ما تأيدوش في القايمة الأولى سلام عليكم يا جماعة احنا ماشيين حقهم رسمي واشرعا وكل شيء تمام؟ بالمناسبة الشامي مشي النهاردة في لي محمد الشامي مشي في لي ببلاش للنادي المصري حطي ده بقى على جنب كل ده على جنب خالص تمام؟